بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعته الحقيقة ده حديث هام جدا في أصل هذا الدين وهو أن المعاصي وما نهان الله سبحانه وتعالى عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينتهي الإنسان عنه تماما ولا يقترب منه أبدا لأن هذه حدود الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يكون يجعل الإنسان بينه وبين حدود لا مسافة يقول ربنا عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها والتانية آية أخرى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه تجيلوا الكوارث والألام والمواجع والخراب في الدنيا والأكرة لما يقتربنا المعاصي وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعته إنما الحاجات اللي فيها طعات اللي ربنا عز وجل أمرنا بها الإنسان يكتهد يأتي ما استطاع منها يعني مثلا الصلوات في سنن وفيه فرائد لا يأتي بالفرائد ده الأساس السنن اللي ربنا يقدر عليه يعملوا يعملوا في الصيام يا شهر رمضان لأن رمضان دي فريضة تعتبر جريمة عند الله سبحانه وتعالى الإفطار في رمضان ولكن فيه صيام 2 وخميس وفيه صيام يوم عارفة وإن كان صيام وعارفة بيكفر سنتين بيمسح زنوب سنتين يجتهد قدر مستطاعه أن ينفذ طاعة الله عز وجل في أمره ولكن المعاصي ينبغي أن يجتنبها تماما ويعلم أنها ضرر وهلاك له والحياة جميع هذه المعاصي هي خبائس يقول ربنا عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس يبقى الإنسان المعاصي هي الكذب والخيانة والسرقة والغش وترك الصلاة والبعد عن طاعة الله كل هذه الجرائم تؤدي إلى هلاك ويقول ربنا عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعرف عن كثير يعني اكتراء المعاصي هي مصائب وكوارث تؤلي إلى ألام ومواجع في الدنيا وتؤالي عز وجل الله إلا نار جهنم إلا ميتوا بالإنسان قبل موته وما أمرتكم به فأتم ما استطعتم يقول الأوامر ربانية اللي ربنا عز وجل أمر بها الإنسان إيه يكتهد على قد ما يقدر ربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسه إلا وصعها يعني الحاجة التي لا تستطيع أن أنت تقدر عليها أنت غير مكلف بها حتى صفحان الصلاة اللي هي عماد الدين إنسان مريض يصلي وهو جالس إنسان مش قدر يتوضى يتيمم يعني يضرب كده وإيده مثلا حتى في الفرشة بتاعته سبحانه مش قدر في الرمل ضربتين كده هو ويمسح وشه كده خلاص توضى مش قدر يتوضى ظروف الصحية لتسبح ثم يصلي وهو جالس طب لو مش قادر يصلي وهو جالس يصلي وهو نائم سبحان الله طب يصلي بعينيه طب مش قادر يعينيه يصلي بخلطه سبحان الله ولكن لا يترك الصلاة المهم إنه لا يترك الفرائد ويكون حريصا على اكتناب المعاصي ما نهيتكم عنه فانتهوا يبقى انبعدوا عن المعاصي تماما تلك حدود الله فلا تقربوها ما تقربش منها ولكن اللي ربنا أمرت به من الطاعات تأتي ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى وهذا هو جمال الدين عند الله سبحانه وتعالى والحقيقة إن الطاعات الربانية كلها جاءت للطيبات للحقيقة منهج ربنا سبحانه وتعالى جاء لحفظ الدين الأول ثم لحفظ النفس كل المعاصي والعزب الله بتهلك النفس زي شرب الخامر وزي الزنا وكل المعاصي يهلك للنفس وبعد ذلك حفظ العقل وبردو كل المنهيات وكل المعاصي بتقدر إضايا العقل ثم بعد ذلك حفظ النسل أبنائك وزرياتك وأحفادك آخر حاجة حفظ المال صبحانه وتعالى جاء متأخر آخر حاجة يبقى الإنسان يحافظ على دينه يحافظ على نفسه يحافظ على عقله يحافظ على نسله وآخر حاجة المحافظة على المال كل ذلك لما الإنسان يؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى باجتناب المعاصي وأن يفعل ما يستطيع أن يفعله من أوامر الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون